السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دي سامودي ها ان شاء الله هنقدم واحد الحلقة خاصة بعدوانية انثى الانب اللي يلا ولدات فوقاش كتولي عدوانية فوقاش كتبقاش عدوانية درت واحد المراحضات على هاد الانثى هادي راها يلا ولدت انتم ما كتشوفوا الصغار ديالها راها في العمور ديالهم ده بثلاثة الاسابيع انه قل من ثلاثة الاسابيع عندهم شي 17 يوم 18 يوم المهم ان هاد الانثى يلا من يلا كانت حاملة كانت عدوانية بواحد شكل ما تتوقعوش لانه كانت غيئي لمشي تتا حطيتي الدكا كتبقين عليه نين ولدت هانتما الصغار ديالها مبقاتش عدوانية ولدت عادي وخط مغين اعطيها الماكلة ما ولدتش عدوانية ولكن راحت منين تعشرت عاود يعني منين عطيتها الدكا وقلبتها قدرت العملية الجس لقيتها حاملة عاود ثاني ولدت عدوانية يعني فوقش كتولي هاد الانثى عدوانية بالضبط في مرحلة ديال العشار منين كتولي كتكون عشار ما منين منك تكون مع الصغار ديالها ما كتكونش عدوانية يعني سبحان الله الله عاطيهم هاد 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 يعني الخوف كيخافوا على الصغار ديالهم من 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 انك تقرب لهم اذا هاد شي بالنسبة للانثى اللي تعشرت وياني ولدت وحملت وعوتاني تعشرت اما بالنسبة نقولو بحال هاد الانثى هادي هاد الانثى هادي راها ما عمرها ما تعشرت يعني باقي العمر ديالها بقعات صغيرة تموقعني معاها انها هي عدوانية ديما وخة تبغيت تقرب لها يعني كتقطير عليك يعني من الصغر ديالها اسمو المشكيل اللي وقع لها وقع لها انها هي كانت في الصغر ديالها كان عندي هنا يا شي اشغال كنا كان ديرو شي اشغال وكان واحد البناء عندي كان عندي البناء وكانوا البناية كيدربوه كيدربوه بالمطرقة ومهم كين واحد نعدي الصداع انا لاحظت انها منتموية ولات عدوانية يعني بحال هذه الشكل هادي انا يا غن حاول انني نسمنها وغادي نبيعها علاش لانه اه 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 هي قبل قبل ما تحمل ولاحظت عليها انها عدوانية حراء منين غادي تبغيت تشرب ويكونوا عندها الصغار ديالها في المنطقة هادي انا متأكد انها ما غاديش تكون ام حنون يا اما غادي تاكل ولادها يا اما غادي تولدهم على السلك على برا المهم هي عدواني يعني اذا بغيت تقرب يدك تبقى الطير عليك اذا هادو ما يعني فوقاش كتكون الانثة عدوانية اه لان هادو المشكلة هادو ما اوقعو فيه الناس بزاف انا كيقول لك انا عندي الانثة ديالي كتتلقح ومنين كتغي تولد ها اسموك يوقع لها اما كتتاكل الصغار ديالها اما ما كتتردعهم اما وخافيها الحليب ما كتدخلش ردعهم هادي كتكون الصغار ديالها يعني تعرضت الواحد النوع من اما ضاجيج قدامها اما الاكفال الصغار كانوا كيضايقوها مثلا بشي عصية ولا ولا المهم سبحان الله كتكون خلفة كتخرج فيها وحدة عدوانية من عند الله انتم ممنين شوفوا شيء انثة عدوانية هكا حاولوا انكم ما تعشتروهاش وما تضيعوش في الوقت لانه قدي تولي خسارة اي لا بقيت وكتبعينها قدي تكون خسارة اما بالنسبة بحال هادي الشكل هادا بحال هادي البابيون فرنسي تبارك الله هادي تهيب بابيون فرنسي عندي متوات اخرين را ازعمة صادقين سبحان الله عندي هادية وتانية تهية الملاحظة الي لحظة هادا 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 هالي ببغيتنا الفيديو ديولا ان فاقش كتولى عدوانيه منيكت تعشترا منيك يكونوا الصغار ديالها كينين في الكرش ديالها اما بالنسبة منيكتكون يعني اوم بين الصغار ديالها سبحان الله كان اعطيها يديها كما ما كاتعضني ما شفوه انا اعطيتها يدي ماعدوط الي ماعدتني ما هوالو اما في المرحلة اللي كتكون يلا الله تعشترت وكتحس براسة حاملة أتبالي إنظار كتقول لك أن أخاف عن الصغار لي الذي ينفده في الكرش، في البطن يعني كتقول لك معصبة وكتقول لك عدوانية وبغعد تعض وما تجليك شئ بغعد تقرب لها ولكن بالنسبة للصغار لي سبحان الله إلّا آقام لديك الملكة أنهم إنهم يضربون الصغار لي هم وأنتم مثلا تجيب واحدة نهار لقها عددت شئ صغير لي بالعكس، كتشدو، سقتلحس فيه، تقتلحس فيه، تعطيه هي كلّة إلى... هانتوما شوفوا نقصت من هنا لهناية، هانتوما، ومقصتوش، ما زطمتش عليه يعني هذا موضوع مهم، ديال الانثى العدوانية، اللي كتكون فيها العدائية زي ذلك، أحسن تخلصوا منها هذي الله هذه، شوفوا سبحان الله كيفش كتلحس في الساغين دياله، هانتوما هانتوما شوف كيفش كتدير معاهم، هانتوما ما كتضربهم ما كتتعدهم وخيدخلوا لها العلافة ديالها انتما كما كتشفوا انتما هاي العلافة انتما را داخل الى لقى لبالكم را داخل هاو كي يكلها من العلافة ديالها هاو هذا هذا الصغير وكاكوا ما يعني ما ضرباتوش ولقى يعني كتضربوا باش يحيد باش يخرج كتخليه تيشبع عاد كتتاكل حتى هي انتما داخلها في العلافة واخرج عاد هي تمشي تاكل اذا حلقة ديالنا هي استغفروا الله اذا الحلقة ديالنا هي هادي العدوانية ديال الانب عنتما هي عاد مشاتك التاكل اي مخلاتو اياكو على خاطر عاد مشات حتى هي تاكل اذا الحلقة هي هادي هادي العدائية او العدوانية ديال الانب كتكون يعني سبحان الله كل واحد سمعتها الله كاين باخترات كتخرج شيء انتا كتبول انتما هادي اللي غادي نخصله منها ولكن في الخارج الخارجات تخرج عدوانية من عند الله او انتا اللي كتكون مهدئة ويعني قابلة للتلقيح وكتلقح من طرف الذكار ويعني ما ديروش تكون مشاكين هاديك ما تفرطوش فيها حاولوا انكم تخليوها هاديك هي اللي ان شاء الله غادي تنبحوا منها ومشروع يزيد القدام اذا ديال حلقة ديالنا ديال هادي نهار الناس اللي ما جاء ما شاركوش معنا يشاركو معنا ما تنسوناش بزير الجيم وتقليو على زير الجرس ليصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة